دعا خبراء عسكريون إلى أهمية تغيير خطط المواجهة مع داعش الإرهابي وشيرنا إلى أن نفوذه يمتد في مناطق من الصعوبة السيطرة عليها كالجبال والبساتين والأنهر والتي وفرت ملاذا لهم للاختباء من القوات الأمنية مضيفين أن هناك من يغذي عناصر داعش بالسلاح والدعم اللوجستي والطعام أو يقومون بدعم أنفسهم من خلال وجودهم نهارا بين المواطنين والقرى والأقضية ويقومون ليلا بعمليات معينة مؤكدين الحاجة إلى تقنيات حديثة من خلال طائرات استطلاع وعمل استخباري حقيقي والتغلغل داخل تلك المناطق لمعرفة مناطقهم واتجاه حركتهم إضافة إلى نصب كمائن متحركة وثابتة تغير كل يومين في الطرق المحتملة لمسير الإرهابيين